في تحدي للاحتلال الإسرائيلي ودون التنسيق معه تمكن الفلسطينيون في بلدة بيتا جنوب نابلس من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وقطف أشجار الزيتون على قمة جبل صبيح وسط انتشار لقوات الاحتلال بعد خمسة شهور من النضال والصمود في وجه مخططات الاحتلال الهدفة للسيطرة على جبل صبيح نجح البيتاويون بتحرير الجبل حتى حدود المعسكر الاحتلالي المقام على قمته رضخ الاحتلال ونجح الفلسطينيون بقطف ثمار زيتونهم صعد البيتاويون جبل صبيح وأخيرا وصلوا القمة ودخلوا البؤرة الاستيطانية خطوة النصر الأولى كما قالوا عنها منهم أبو مصطفى ذاك الذي التقيناه قبل خمسة شهور على الجبل المقابل يناظر أرضه ويتمنى العودة إليها عاد اليوم إلى الأرض التي جبل ترابها بحبات عرقه وعرق أبيه وجده نحن عملنا مقابلة في البداية وكنت أنا أشير إلهم عن بعد اليوم حققنا الهدف وصلنا لأرضنا وقدرنا نكسر القيد سواء كانوا مستوطنين أو جيش أو حتى مستوى سياسي شعوري لا يصف بالكلمات وما فيه لو جبت كل قواميس اللغات في العالم ما حد بقدر يوصف شعوره لما بيلتقي مع معشوقته هاي الأرض هي معشوقتي معشوقتي لأسباب عدة أولا كل ظر فيها وطن ثانيا هاي إرش عن جد وأب وأحفاد الآمن أعلن الاحتلال أن جبل صبيح يقع ضمن المناطق التي يتوجب على الفلسطينيين الحصول على تنسيق لدخولها وقط في ثمار زيتونها كان يعي أن قبول البيتويين بالأمر يعني اعترافهم بإجراءاته لكن الأمر جاء عكس توقعاته رفض الأهالي إجراءات الاحتلال ودخلوا أرضهم رغما عنه ساندهم في ذلك العون التي قدمها متطوعون قادم من مختلف مناطق الضفة الغربية عدد المشاركين الكبير أجبر قوات الاحتلال على الرضوخ إلا أن الأمر لم يخلو من مضايقات الجنود المتواجدين فوق الجبل كمنا بحشد هذه المئات لكي نقطف هذا الجبل الذي يمنع المواطن الفلسطين من الوصول له بأمان هنا أمننا شغلتين الشارع الأولى العوني للمزارعين عن المساعدة قطفنا لهم الزيتون لأن نتعرضوا لاعتداءات طوال الفترة الماضية والثاني أمننا لهم الحماية من اعتداءات المستوطين والجيش صعدوا الجبل الذي كانوا جبلا في الصمود لأجله قطف الأهالي زيتونهم لإعداد الزيت الذي سيكون مدادا لمشاعل تنير دربهم المتبقي نحو تحرير صبيح بأكمله من بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا